موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع هذا البرنامج الاسبوعي قصة الكنيسة نحن في نهايات سفر الاعمال ونحن نتابع هذه القصة المجيدة القصة الملهمة اعمال الرب العظيمة التي صنعها في هذه السنين الاولى من تاريخ الكنيسة ونحن في الرحلة الاخيرة للرسول بولوس رحلته الى روما وصلنا الى حد ان السفينة التي كان يستقل لها مع بقية الاسرة ومع بقية ركاب السفينة تحطمت على الشاطئ في ملطة ثم نقوم الحديثنا في الاسحاح الاخير من هذا السفر المبارك سفر اعمال الرسل اسحاح 28 الايات الاولى من هذا الاسحاح تحكي لنا عن وجود المجموعة التي كانت في السفينة على الشاطئ في ذلك الوقت من اية واحد الى اية ستة ولما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد لانهم اوقضوا نارا وقبلوا جميعنا من اجل المطر التي اصابنا ومن اجل البرد فجمع بولوس كثيرا من القطبان ووضعها على النار فخرجت من الحرارة افعى ونشبت في يده فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض لابد ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيى ولو نجى من البحر فنفض هو الوحش الى النار ولم يتضرر بشيء رديل واما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا فاذ انتظروا كثيرا ورأوا انه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو اله اكتشفوا ان الجزيرة التي وصلوا اليها هي ملطة وكان اليونانيون يلقبون كل من لا يتحدث اليونانية بالبرابرة وهكذا كان اهل هذه الجزيرة اظهروا لطف واحسان نحو ركاب السفينة او قضوا نار للتدفئة وقاموا بضيافتهم والحقيقة بنشوف بولس مهتم بجمع اخصان الشجر الجافة للمساعدة في استمرار النار متقدة بسبب البرد وما حدث انه خرجت افعى من بين هذه الاخصان المتقدة ونشبت بيده اهل الجزيرة لما شافوا هذا المنظر انه هذا الاسير اعتقدوا انه هو قاتل كبير وقالوا لم تدعه العدالة بعد نجاته من البحر يحيا فظنوا انه لدغت هذه الافعى قاتلة وتوقعوا موت بولس بعد قليل وكانوا يتوقعون ظهور اعراض هذه اللدغة القاتلة عليه لكن بولس نفض الافعى بيده ولم يمسه ضرر يمكن ده يفكرنا بالمشهد اللي فيه قدم الرب هذا الوعد المبارك للرسل لما ألوم في لؤى عشرة وآية ساعتاشر هأنا أعطيكم سلطانا لتزوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء والغريبة برضو لما لم يحدث معه الشيء من العراض تغير رأي البرابرة تماما وقالوا عنه انه اله ويمكن ده يفكرنا باللي حدث مع بولس وآهل الاستيرا لم حسبوه في البداية الها وبعد كده عطبروه ضال وضربوه ورجموه أرأي الناس كتير بتتغير إذا الناس مش عارفة الحق لكن الآيات اللي بعد كده آية سبعة العشرة في أصحاح تمانية وعشرين بيحكينا على الشفاء اللي حدث في الجذيرة وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجذيرة الذي اسمه بوبوليوس فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة ثلاثة أيام فحدث إن أبا بوبوليوس كان متجعا معطرا بحمة وسحك دخل إليه بولوس وصلى وضع يديه عليه فشفاه فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجذيرة يأتون ويشفون فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة ولما أقلعنا زودونا ما يحتاج إليه الجذيرة يبدو أنه كان يحكمها شخص يدعى بوبوليوس يدعوه لوقة مقدم الجذيرة بما يفيد أنه أقرب إلى مالك الجذيرة هذا الحاكم أضاف في الغالب يوليوس القائد وبولوس وروفقائه لثلاثة أيام في هذه الأثناء لاحظ بولوس أن أبا بوبوليوس حاكم الجذيرة مريضا بحمة وسحك يعني دوزنتاريا وكان مرض الحمة شديدا ومعروفا باسم حمة ملطة فرفع الصلاة إلى الله من أجله ووضع عليه يديه فشفاه وهنا برضو تحقق وعد المسيح يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون لما عرف سكان الجذيرة بهذه المعجزة أحضروا مرضاهم إلى بولوس وكانوا يشفون وفي الغالب بولوس مارس هذه الخدمة لمدة ثلاثة شهور اللي مكسها في الجذيرة وكان رد فعل أهل الجذيرة مزيد من كرم الضيافة والهدايا لبولوس والذين معه ثم الآيات 11 إلى 16 في أصحاح 28 بتكلمنا عن الوصول إلى روما وبعد ثلاثة أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء كانت قد شتت في الجذيرة فنزلنا إلى سيراكوسا ومكسنا ثلاثة أيام ثم من هناك دورنا وأقبلنا إلى إرغيون وبعد يوم واحد حدثت ريحه جنوب فجئنا في اليوم الثاني إلى بطيولي حيث وجدنا إخوة فطلبوا إلينا أن نمكس عندهم سبعة أيام وهكذا أتينا إلى روميا ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورون أبيوس والثلاسة الحوانيد فلما رآهم بولوس شكر الله وتشجع ولما أتينا إلى روميا سلم قائد الماء الأسرة إلى رئيس المعسكر وأما بولوس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه قضى ركاب السفينة فترة الشتاء في الجزيرة غالبا في منتصف شهر نوفمبر إلى منتصف فبراير وبعدين استقلوا سفينة ثالثة كانت آتية من الإسكندرية قضت أيضا موسم الشتاء في الجزيرة وبعدين لوق البشير بيتابع سرده للرحلة إلى روما سواء كانت بالبحر أم بالبر على أربعة مراحل مرحلة الأولى من ملطة في اتجاه الشمال الشرقي إلى سيراكوسة عاصمة سيسيليا حيث مكسوا ثلاثة أيام دي المرحلة الأولى مرحلة الثانية الإبحار إلى الشمال حيث رغيون في الجنوب الغربي من إيطاليا مرحلة الثالثة وده كان في اليوم التالي ويبدو أن الريح كانت مؤتية تماما لذلك قطعوا مسافة 200 ميل تقريبا حيث وصلوا بطيولي وده المناء الكبير اللي فيه كانت السفن الآتية من الإسكندرية بتفرغ شحنتها مكسوا في هذه المدينة سبعة أيام في ضيافة المؤمنين بوصلهم إلى بطيولي اعتبر لوقة أنهم وصلوا إلى روما مع أن المسافة بين بطيولي وروما 150 ميل تقريبا من المحتمل أن القائد يوليوس كان ينتظر تعليمات خاصة بالأسرة الذين معا المرحلة الرابعة والأخيرة كانت هذه المرحلة بالطريق البري وبعد أميال قليلة من بطيولي بدأوا المسير في الطريق الشهير اللي اسمه أبيان واللي بيتجه الشمالا حتى روما كان الإخوة في روما سمعوا بقدوم الرسول بولوس وصافر البعض منهم مسافة أكتر من 30 ميل ليتقابلوا معه في منطقة تسمى السلاسة حوانيت والتي تبعد عشرة أميال تقريبا عن المدينة التجارية فورون أبيوس كان لقاء بولوس مع الإخوة في هذه الأماكن سببا كافيا لتشجيعه وتقديم الشكر للرب لا شك كانت هذه اللقاءات مشبعة بالعواطف ومشاعر المحبة فها هو الرسول بولوس أخيرا يصر المدينة التي كان يحلم بزيارتها ويلتق الإخوة الذين لم يراهم من قبل وكتب لهم من سلاس سنوات مضت أعظم رسائله الرسالة إلى أهل رميا كان على قائد المئة يوليوس أن يسلم الأسرة الذين معه إلى معسكر خاص لكن أذن رئيس المعسكر لبولوس أن يزجن وحده مع حارسه لا نشك أن يوليوس أوصى ببولوس جدا لدى رئيس المعسكر وهكذا عامله بلطف في بقية الأصحاح حباي نرى الإنجيل لليهود والأمم من آية 17 إلى آية 31 يعني إلى آخر الأصحاح يقدم إنجيل المسيح إلى اليهود والأمم هنا بولوس بيخاطب اليهود للمرة الأولى في الآيات 17 إلى 22 وبعد سلاسة أيام استدعى بولوس الذين كانوا وجوه اليهود فلما اجتمعوا قال لهم أيها الرجال الإخوة مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الأباء أسلمت مقيدا من أوروشاليم إلى أيض الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني لأنه لم تكن فيي علة واحدة للموت ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعوايا إلى قيصر ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم لأن من أجل رجاء إسرائيل موسق بهذه السلسلة فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديل ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان هنا أحبائي بنشوف أنه عمل بالمبدأ اللي كتبوا لكنيسة روما وإيمانه أن إنجيل المسيح هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني كان لابد أن يبحث في روما عن اليهود أولا كما كان يفعل في معظم المدن التي قرز فيها ويخاطبهم برسالة الإنجيل بعد سلاسة أيام من وصول روما وبعد رحلة شاقة طويلة استدعى قادة الجالية اليهودية في روما وفي لقاءه أكد على حقائق سلاسة الأولى أنه لم يفعل شيئا ضد اليهود أو عوائدهم وبيدعوهم هنا أيها الإخوة أو بيسميها عوائد الأباء الحقيقة التانية أنه بعد القبض عليه وتسليمه للرومان ومحاكمته وجدوه بريء وأرادوا أن يطلقوه حرا والحقيقة التالتة لأن اليهود هم الذين عارضوا الحكم ببرأته اضطر أن يرفع دعواه إلى قيصر وده لا يعني إطلاقا أنه هذه الدعوة أنه بيشتكيهم بأي شيء إلى قيصر الخلاصة هنا أن بولوس لم يفعل شيئا ضد اليهود والرومان لم يتهموا بشيء وهو أيضا لم يتهم اليهود بشيء وجماعهم مش علشان يشتكي اليهود اللي سماهم أمتي بل أنه يحاكم الآن ومقيد هكذا بسبب رجاء إسرائيل الذي هو الإيمان بالمسيح اللي تحدثت عنه النبوات على أي حال كان رد فعل قارة اليهود أنهم أخبروا بولوس لم يصلهم أي شهاد ردي عنه كتابة أو شفاها لكن عندهم رغب أنهم يسمعوا منه يسمعوا عن هذا المذهب لأنهم قد علموا أنه يقاوم في أماكن كثيرة وهنا بولوس يخاطب اليهود للمرة الثانية من آية 23 إلى 29 فعينوا له يوما فجاء إليه كسيرون إلى المنزل فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياه من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولوس كلمة واحدة إنه حسنا كلم الروح القلس أباء نبي شعياء النبي قائلا اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون وستنظرون نظرا ولا تبصرون لأن قلب هذا الشعب قد غلز وبأذانهم سمعوا سقيلا وأعينهم قد أغمضوها لألا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم فليكن معلوم عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم هنا بنشوف صديق المشاهد إنه في اليوم المحدد جاء اليهود يمكن بعدد أكبر من المرة الأولى جم إلى مكان إقامة بولس اللي كان بيتكلم من الصباح إلى المساء وبينبر على حقيقتين الأولى بيشرح ويشهد ويكرز بملكوت الله والحقيقة التانية كان يوضح ليهم إن يسوع هو المسيح وزي ما فعل في مرات سابقة حتما كان يشهد له من الكتب المقدسة إن يسوع الناصري هذا هو المسيح الذي تحدث عنه الأنبياء وكذلك إنه موسي رد الفعل الحقيقة كان مختلف رد الفعل كان مسير وده اللي هنقف بها الحقيقة في الأسبوع القادم بمشيئة الرب لكن مرة تاني بولس مجهول كل الوقت مع أي حد يتقابل معاه مع أي حد يتعامل معاه بتقديم رسالة الإنجيل بالإعلان إن يسوع هو المسيح هو ابن الله أولوية مطلقة في حياته وفي خدمته أولوية مطلقة في شهادته ما أحوجنا في هذه الأيام أن تكون هذه الأولوية أمامنا كشعب للرب ككنيسة كمؤمنين أفراد شغلنا الشاغل أولويتنا في الحياة وقتنا نصرفه جهدنا نصرفه في هذه الرؤية الإعلان والشهادة بأن يسوع هو المسيح ابن الله وإنه من خلال موته وقيمته تغفر للإنسان خطيئة كل من يؤمن ويتبرر أيضا وينال الحياة الأبدية هذه الرسالة اللي كان بولس مجهول بيها وإحنا النهاردة لازم نكون مجهولين بيها كل الوقت حتى لو اختلفت ردود أفعال الناس البعض سيقبل ويؤمن والبعض سيرفض ده برضو مش جديد أهو شايفين من أيام بولس ومن أيام الرب يسوع نفسه كانت ردود الأفعال هكذا هناك من يقبل وهناك من يرفض هناك من يأتي وهناك من لا يأتي لكن الضور اللي علينا اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب يعني في وقت مناسب للناس وفي جميع الأوقات حتى الغير مناسبة لك أنت ده الرسالة اللي كلنا كشعب للرب مكلفين بها ونكمل الحديث في الأسبوع القادم عن ردود أفعال هؤلاء اليهود لما سمعوا الرسول بولس والرب معكم اشتركوا في القناة